قيل حين ذاك ما قبل نفق الحرية لن يكون كما بعدها فالعملية التي وصفت بالأجراء وتمكن خلالها ستة من الأسرى الفلسطينيين من حفر نفق حريتهم أسفل أحد أكثر السجون تحصينا في إسرائيل شكلوا حالة في الشارع الفلسطيني من الصعب تكرارها ارتفعت المعنويات وأعلن في مخيم جنين الاستعداد للدفاع عن الأسرى الستة إذا ما وصلوا إلى هناك الشعب الفلسطيني انتعاش غير طبيعي بعد هروبة الشباب الستة حتى هنا في الشارع الفلسطيني طبيعة الشباب اتغيرت صارت مقاومة والمقاومة حتى عندما فوت الجيش عندنا لا يسأل بعد هروبة الشباب الستة صارت فوت الكل شارك بالانتفاضة في المخيم بدأت عمليات الإرباك الليلي واستهداف قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية لإشغال قوات الاحتلال وتأمين الطريق أمام وصول الأبطال الستة إلى المخيم والاستعداد للدفاع عنهم عندما قام الأسرى النفق الستة بالهروب من داخل سجون الاحتلال ومن هنا بدأ تأسيس كتيب الجنين حفاظا على الأسرى والإحماية الأسرى الأبطال الذين قاموا بالهروب من السجن كتيب الجنين لها دور كبير في تطوير الحالة المقاومة في باقي أنحاء الضفة الغربية وبعد اعتقال الأحرار الستة أعلن عن تشكيل كتيبة جنين لتشكل نقلة نوعية في العمل المقاوم للاحتلال ولاحقا تشكلت كتائبه لشهداء الأقصى ولكتائب القسام عملية نفك الحرية هي أوصلت رسالة تحدي وأوصلت رسالة إيمان وأرسلت رسالة وحدة وطنية وأرسلت رسالة مثابرة وعمل تحقق النجاح فالمقاوم منذ هذه اللحظة بدأ العمل المنظم العمل المقاوم العمل المقاتل لمخيم جنين كتائب المقاومة في جنين شكلت نموذجا لكتائب تولدت في طول كرم ونابلس وعقبة جبر وبيت اللحم أشعلها فتيل عملية نفق الأحرار الذي أثبت أن الاحتلال مهما كان محصنا فإن هزيمته ممكنة عماني على عملية نفق الحرية تغير فيها شكل المقاومة الفلسطينية لتصبح أكثر دقة وتنظيما بعدما رفع تحرر الأسرة الستة من معنويات الفلسطينيين وتعالت الأمال بأن طريق الحرية وإن كان صعبا فإنه ليس مستحيلا نصر سلمي من مخيمة جنين الميادين